شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول بعض الاستثناءات التي حباها الله تعالى لسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقبل أن نبدأ في هذا الحديث نقدم بإذن الله تعالى مقدمة وهذه المقدمة هي أن هناك سمة ملحوظة في جميع السنن الإلهية سواء كانت هذه السنن تتعلق بالتاريخ أو بالمجتمع أو بالطبيعة وهذه السمة هي سمة الإضطراد وبعبارة أخرى سمة الثبات القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ويقول فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيْهِ وَلَنْ تَحْوِيلَ الشيء الشيء الذي يبدو في بادئ النظر أَنْ مَفْهُمَ هَذَا تَحْوِيلُ الصفة الصفة ثابتة وَلَكَنْ يَتَبْدَلُ يَتَحَوَّلُ بينما التبديل يَعْنِي ثَبَاتٌ فِي الْمَوْقِعَ وَتَبَدُّلٌ فِي الصِّفَةِ سُنَنُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا تَقْبَلُ التَّبْدِيلُ وَلَا تَقْبَلُ التَّحْوِيلُ وَكَلَمَةٌ لَنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تُفِيدُ تَأْبِيدَ النَّفِي الله لا يقول لا تَجِدُ وَإِنَّمَا يَقُولُ لَنْ تَجِدَ لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل هذه طبيعة السنن الإلهية سواء كانت متعلقة بالطبيعة أو كانت متعلقة بالمجتمع أو كانت متعلقة بالتاريخ إحدى الاستثناءات الكبرى من السنن الإلهية الثابتة قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لَعَلَّهُ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ الْإِلَاهِ نَابِعٌ مِنْ أَنَّ الْعَمَلِ الَّذِي قَامَ بِهِ سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ كَانَ عَمَلًا استثنائية نحن لا نجد في التاريخ مثيلاً لهذا العمل ولن نجد في التاريخ مثيلاً لهذا العمل النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يمثل قمة في التلحية والله تعالى على أثر ابتلائه بتلك الكلمات أعطاه مقام الإمامة امتحنه في نفسه وامتحنه في ولده وامتحنه في أهله فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَلَكَنْ أَيْنَ الْإِمْتِحَانِ الَّذِي قَدَّمَهُ نَبِيُّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمِ وَالْإِمْتِحَانِ الَّذِي ابْتَلَى اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ إِبْرَاهِيمِ فِي أَهْلِهِ مع الامتحان الَّذِي ابْتَلَى اللَّهُ بِهِ الْحُسَيْنَ فِي أَهْلِهِ نبي الله إبراهيم قام بتضحية كبرى رَبِّه إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زر ترك هؤلاء الأهل في ذلك البر الأقفر وهذه تضحية كبرى قالت له زوجته هاجر إلى من تكلنا في هذا البر الأقفر فقال أكلكم إلى الله عملية نسمعها ولكنها عملية شاقة أين هذا الامتحان والامتحان الذي ابتل الله به سيد الشهداء في أهله هذا الامتحان الذي لا نظير له في التاريخ الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي خنقتني العبره وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة أين ذلك الامتحان وهذا الامتحان أين ذلك الامتحان على عظمته امتحان نبي الله إبراهيم كان عظيما جدا أن يأتي أب في كهولته ويذبح ولده هذا امتحان شاق جدا وفي دعاء نقرأه في مفاتيح الجنان يا ممسكة مضمون الكلمات لعله يدي إبراهيم عن ذبح ولده بعد كهولته مضمون العبارة فهذا الامتحان الكبير الذي ابتل الله به إبراهيم أين هذا من الامتحان الذي امتحن به سيد الشهداء في أولاده في إخوته في أهل بيته في أصحابه في طفله الرضيع أين الامتحان الذي ابتل الله به نبي الله إبراهيم في نفسه والامتحان الذي ابتل الله به الحسين في نفسه عمل الإمام الحسين صلوات الله عليه كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده والإمام الحسين صلوات الله عليه ذهب في النهاية إلى النهاية في هذا الامتحان نبي الله إبراهيم كان إلى حد إلى هذه اللحظة عندما يأخذ السكين ويحاول أن يذبح ولده ليش الله ما قاله أكثر لماذا حس هذه تبقى نقطة أنه ليش هذا الامتحان كان إلى هذا الحد بعض العلماء لهم تفسيرات في ذلك الآن مجال بيانه ولكن سيد الشهداء ذهب إلى النهاية يعني ما أظن أكو هناك شيء يتصور وسيد الشهداء لم يبتل به ولم يمتحن به فالعمل الذي قام به سيد الشهداء كان عملا استثنائيا في جميع أبعاده الله عنده قانون في هذا الكون قانون التعويض حتى الكافر إذا يقدم أقل عمل الله يعوضه حاتم الطائي كان كافرا ولكنه كان جوادا الله عوضه أي كافر في الآية الكريمة طبعا الآية في المؤمنين أني لا أضيع عمل عامل منكم لاحظوا الآية العمل نكرة والعامل نكرة أيضا عمل عامل أي عمل مهما كان من أي عامل مهما كان الله لا يضيعه هذه التضحية الكبيرة هذه التضحيات الكبرى هذا العمل الاستثنائي الله سبحانه وتعالى عوضه بتعويض استثنائي هذه الاستثناءات على نحوين وكلامنا في النحو الثاني النحو الأول الاستثناءات التشريعية الله جعل لسيد الشهداء استثناءات تشريعية في ميدان التشريع لا توجد لأي واحد حتى لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء أفضل من الإمام الحسين بلا إشكال أمير المؤمنين أفضل الصديقة الطاهرة أفضل بلا إشكال ولكن هذا العمل الاستثنائي الله عوضه بجزاء استثنائي في ميدان التشريع أنا أمثل بمثال واحد حتى ننتقل إلى النحو الثاني هذا النحو الأول الجزع مكروح على أي أحد كما يبدو من بعض الروايات هذه الروايات مذكورة في كامل الزيارات وهو من الكتب المعتمدة وفي غيره أيضا ولكن هناك استثناء واحد فيما نعلم وهو الجزع على سيد الشهداء مو الجزع فقط وإنما الهلع أيضا ما هو الفرق بين الجزع والهلع الهلع كما يقوله اللغويون أكبر أنواع الجزع يقال له هلع الإمام السجاد صلى الله عليه يقول حتى كادت نفسي تخرج فتبينت ذلك مني عمتي زينب فقالت لي ما لي أراك تجود بنفسك لاحظوا العبارات فقلت وكيف لا أجزع وأهلع هلع مو فقط جزع راجعوا روايات كامل الزيارات الجزع كله مكروح ما خل الجزع على الخسن أنا أفكر إذا قتل النفس كان جائز كثير من المؤمنين كانوا يقتلون أنفسهم في يوم عاشورا من عظم المصيب هذا اللي ياخذ السيف ويضرب به على رأسه هذا الحكم الشرعي دا يحدده ما يخليه وإلا كثير من هؤلاء شدت تفاعلهم إذا كان قتل النفس جائزا لكان يقتل نفسه جزعا على سيد الشهد ولكن محرم ولو عدنا أحد العلماء الشيخ خضر ابن شلال له رأي في هذا الموضوع مذكور في كتابه أبواب الجنان راجعوا رأيه ولكن المشهور أن هذا حد شرعي حد فما في أشكال التطبير مظهر من مظاهر الجزع على سيد الشهداء إذا واحد أبو يموت يريد أن يجزع شلون يجزع يشك ثوبه مثلا هذه المشاعر المختزنة في القلوب واحد يظهر هذا الجزع وهذا الهلع بالضرب على رأسه بس راجعوا الروايات الجزع كله مكروح ما خل الجزع على الحسين صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى أيضا مذكورة في كامل الزيارات العبارة إظهار الجزع إظهار هذا استثناء تشريعي فيما نعلم فيما أعلم هذا الاستثناء خاص بسيد الشهداء هذا النحو الأول من التعويض الاستثنائي الذي قابل الله به العمل الاستثنائي لسيد الشهداء النحو الثاني من الاستثناءات اللي كلامنا فيها لأن مقدمتنا كانت في الإضطراد في السنن الإلهية التكوينية النحو الثاني الاستثناءات التكوينية من السنن الإلهية نحن نشير إلى موردين المورد الأول استثناء يتعلق بعالم الطبيعة النحو الثاني من النحو الثاني استثناء يتعلق بالمجتمع النحو الأول استثناء يتعلق بالسنن الطبيعية السنن الطبيعية هذا قانون هم تكويني هم تشريعي يعني هذا الاستثناء يشكل استثناء مزدواج هذا التراب الذي ترونه هذا من الناحية التشريعية محرم من الناحية التكوينية ضار التراب مضر ولكن تراب سيد الشهداء يمثل استثناء تكوينيا وتشريعيا معه شفاء وأمان هذه القضية معروفة قضية السيد البروجيردي رحمة الله عليه إجمالها أن عينه ضعفت وكانت تؤلمه بشدة وراجع الأطباء ويأس من العلاج المعزين دخلوا إلى بيته وعلى جباههم الطين طين وسيد الشهداء يعني طين العزاء وعلى أبدانهم يقول مرة وحدة فكرت أن أخذ شيء من هذه التربة وأضعها على عيني فأخذته سأخذ من جبهتهم أو من ثيابه أو حتى من أقدامه فوضعتها على عيني الشيء اللي كان مأيوس منه عاد إليه بصره ونظره وعافيته عندما كان عمره تسعة وثمانين عامل أطباء فحصوه شافه كل شما طبيب كان متعجب واحد عندما يشيب كل قوى تشيب بالذات واحد اللي شغل المطالعة عينه كانت ما كان يحتاج إلى نظارة وعمره تسعة وثمانين عام ونظره كان أفضل من الآخرين الجد رحمه الله أيضا له قضية أخرى إجمالها أنه عينه آلمته فتوسل بأبل فضل العباس صلى الله عليه العام حفظه الله كان يقول في أيام شيخوخته كان من فوق سطح الدار يشوف ساعة الصحن الشريف وإحنا الشباب ما كنا نتمكن تشوف هذا استثناء تكوين الوالد رحمه الله في بحر الكويت عندما هاجت الأمواج أنا كنت في المركب ولكن ما أذكر هذا المقطع لأن البحر هاج والطرب والسفينة هددت بالغرق والأمواج قامت تنصب إلى داخل السفينة هالشكل كان معانا واحد كفيف الموج كان يجع لي هالشكل فأنا ومجموعة رحنا جو في الطابق قد تحتي من السفينة فما أذكر هذا المقطع ولكن الإخوة اللي كانوا نقلوا لنا فيما بعد أن الوالد أخذ شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه وألقاه في البحر فهدأ البحر أمان شفاء هذا خرق تكويني للقوانين التكويني أكو قضية مطولة أيضا عن عهد تجار مشهد حين كان مشرفا على الموت القضايا في هذا الميدان كثيرة الآن ما كو مجال لنقلها كان مشرف على الموت فجاءه الشيخ حسن علي الطهراني وأعطاه شيء من تربة سيد الشهداء هو كان يوصي الشيخ حسن علي الطهراني يعني كان في حالة وصية أنه هكذا أفعل بأموالي يقول أخذ شيء من تربة سيد الشهداء قال تناولها يقول بمجرد ما وضعتها في فمي وإذا أشعر أنه عدت كما كنت من قابل في تمام العافية والصحة في بحار الأنوار أنه بعد قتل سيد الشهداء ودفنه صلوات الله عليه مئة ألف امرأ عاقر جاءوا إلى قبر سيد الشهداء مئة ألف واحدة وثنتية عاقر عقيم وكلهن ولد له مئة ألف واحدة في بحار الأنوار هذا هو الاستثناء الأول الاستثناء في السنن الطبيعي النوع الثاني من النحو الثاني استثناء في مجال المجتمع هذا الحب وهذا الانشداد الذي تجدونه في القلوب نحو سيد الشهداء مو قضية طبيعية حتى قبل القضية الشيء اللي يظهر من بعض الروايات حتى قبل وقوع القضية ربما بألوف الأعوام أحد الأنبياء مذكور في الروايات لعل بعضكم أحفظ مني عندما سمع ذلك النبي اسم الحسين صلوات الله عليه حزن ولعله بكى قضية ما كانت واقعة هذا هذا الانشداد وهذا الحب وهذا التفاعل أحد العلماء كان في بلاد الغرب في أقصى بلاد الغرب الآن فيلم المسيحيين مسوي حول المسيح كما نقل لي شوفوا ماذا يصنع هذا الفيلم بالعالم حقيقة إحنا إذا كنا نصنع أفلام حول سيد الشهداء ماذا كانت تفعل بالعالم كما نقل لهذا الفيلم مع أن قضية المسيح أولا قضية عادية يعني هذا المقطع منها خب نبي من الأنبياء يدعون أنه صلبوه الذين صلبوا كثيرون أخذوه وخلوه على الصليب وصلبوه هذا ثانيا قضية الصلب مكذوب يعني قضية عادية ما أقول عادية يعني قضية متعارفة ومكذوبة شوفوا شنو دا يعملون في العالم كما نقل لي إلى الآن حوالي ميتين وخمسين مليون إنسان في العالم شاهدوا هذا الفيلم واليهودية العالمية قامت بشدة ضد هذا الفيلم لأن ضد اليهود اليهود كانوا ضد المسيح وضد حركة المسيح وهم وهم الذين صلبوه أو ساهموا في صلبه على قولهم ميتين ميتين وخمسين مليون واحد تقريبا في العالم أحد الإخوة كان جاي قبل يمكن قبل خمستعش يوم قال أخويا في بلاد الغرب قال راح إلى دار اللي تعرض هذا الفيلم حتى يشوف قال كان واحد مسيحي يرتبط بكنيسة مسيحية قال هاي البطاقة مجانة قلت لي قال كنيستنا شافت أن هذا الفيلم أفضل دعاية للمسيحية في العالم دا تشتري البطاقات وتوزعها مجانة نروح وشوف إحنا إذا كنا نتمكن تجار الشيعة متمكنوا الشيعة شباب الشيعة حتى في هذا محرم في إحدى البلاد العربية بعض الشباب الذين أعرفوا بعضهم واتصل ببعضهم بعده سووا تمثيلية حول سيد الشهداء في يوم عاشورة كما كتب في صحف ذلك البلد في بعض صحف ذلك البلد أكثر من أربعين ألف واحد جاءوا لمشاهدة هذه التمثيل أكثر من أربعين ألف واحد حتى على سطوح العمارات كانوا جاي هذا هذا الانشداد وهذا الحب ليس شيء طبيعي ذكر هذا العالم الذي كان يعيش في بلاد الغرب قال جاءني شاب بوذي فعرضت عليه الإسلام كلما تحدثت معه ما اقتنع مو بالقوة واحد يقتنع ما اقتنع حتى انتهى البحث ولم يؤثر كلامي فيه شيئا قال بعدين قال أنه أنا سامع أنه عندكم واحد يقال له الحسين شنو قضية هذا الرجل يقول أنا بدأت أشرح له بعض الجوان من قضايا كربلا وعاشورا يقول شوية شوية ملامح الكآب والحزن بدت على وجهه يقول بعد شوية شرحت له وإذا به ينفجر بالبكاء وكلما أمضي في الحديث يزداد بكاؤه يقول من بكائه خنقتني العبر أنا فما تمكنت أن أتكل فألح عليه وتوسل أن أستمر في حديث ما أقدر يقول بصعوبة بالغة أكملت الحديث يقول بعد ما أكملت أخذ يكفك في دموعه بعدين قال شنو شرائط الدخول في مذهبكم يقول أنا قلت له الشهادتان والشهادة بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم فأعلن تشيعه يقول هذا الشاب الآن تحول إلى مؤمن أفضل من كثير من المؤمنين هذا الشاب البوذي هذه العبارة كتبتها يذكرها واحد من أقطاب العام من الأقطاب المهمين لهم وروحوا إلى القاهرة شوفوا الناس ماذا يفعلوا اللي ذهبوا إلى هنالك يقولون مثل الحج في يوم متعلق بالإمام الحسين لعله يوم ميلاد الإمام الحسين يقول في تفسير هذه الآية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقول والحسين رضوان الله عليه عبارته طبعا سلام الله عليه وهو يستشهد في تلك الثورة العظيمة من جانب والمفجعة من جانب أكانت هذه نصرا أم هزيمة في الصورة الظاهرة بالمقياس الصغير كانت هزيمة فأما في الحقيقة الخالصة والمقياس الكبير فقد كانت نصرا شاهدي في هذه الجملة فما من شهيد في الأرض تحتز له الجوانح بالحب والعطف وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين وكثير من غير المسلمين ما من شهيد في الأرض ماكو واحد في الأرض هذا واحد من كبار أقطابه يذكره في كتابه هذا استثناء تكويني في عالم الطبيعة وهذا استثناء تكويني في عالم المجتمع الله تعالى النار جعلها محرق ولكن هناك استثناء فيما نعلم الاستثناء الأول نبي الله إبراهيم ألقي في النار فكانت عليها بردا وسلام الاستثناء الثاني سيد الشهداء الآن شوفوا في نقاط مختلفة من العالم في إيران في بعض النقاط في العراق في تايلان في الكويت في الهند يدخلون النار النار تلفح من بعيد ولا يصيبهم مكروه إلا إذا واحد في نيته إشكار أحد مراجع التقليد نقل لهذه القضية قال أنه عند الدخول في النار قبل أربعين عام تقريبا أو أكثر أو أقال في العراق كثير دخلوا الآن بعض الحاضرين في هذه الغرفة هم دخلوا في النار الآن بعض الحاضرين في هذه الغرفة أكثر من واحد قال النار من بعيد كانت تلفح الوجوه يعني واحد ما يتمكن يتقرب إلا واحد دخل في النار كثير دخلوا منهم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه بجوربه اللي كان من نايلون حتى الجورب ما لم احترق واحد في هذه الجموع بمجرد أن دخل احترقت رجل وصاح اجوا اخذوا وهو طلع راح إلى المستشفى مدة طويلة كان يعالج هذا المرجع ينقل لي أنه يقول أنا رحت إلى عياد قلت له هذه الجموع كلها دخلت ما صار بيهم شي انت شنو صار ليش رجل احترقت قال في الواقع أنا عندما شفت هذا المنظر قلت هذا مو معقول هو دكتور كان هذا الرجل هذا مو معقول وحتما اكو هنالك سر في القضية النار محترقة وانا دا ابحث بعقليته الطبيعية كأن الله تعالى مقيد باطار قوانين الطبيعة الله خالق هاي القوانين احنا مقيدين بهذه القوانين اما الله خالق مو مقيد بهذه القوانين يقول قلت اشوف اكتشف هذا السر يقول قبل ما يدخلون بالنار اجى احد العلماء وشي طلع من جيبة وقذفه في النار قلت انكشف السر هاي فد مادة تبطل مفعول النار فد مادة شي اخرجه من جيبة القاف النار قلت هذا هو السر يقول الناس دخلوا انا بمجرد ما دخلت واذا بي احترق ما دي اشوف رجقت كان يعالج يقول هذا المرجع فقلت له واضح هذا كان تربة السيد الشهداء اللي القاه هذا العالم في هذه النار ولذلك في بعض البلاد في الكويت مثلا اكو هناك جالية في حسينية يدخلون في النار يقرؤون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ويقتحمون في النار هذا العطاء الاستثنائي وهذا التعويض الاستثنائي في مجال التكوين وفي مجال التشريع في مجال الطبيعة وفي مجال المجتمع النقطة الثالثة نحن ايضا ينبغي ان نحاول ان يكون عطاؤنا للامام الحسين عطاء استثنائي ان لا نفكر في الحدود نحاول واحد يفكر ان يقوم بعطاء استثنائي شنو هذا العطاء الاستثنائي يجب ان نفكر في ذلك واحد ينبغي ان يرى ماذا يتمك في حقل التعليم في حقل المنبأ في حقل المجتمع في الحقل المالي مو انه واحد يفكر في الحدود هذه القضية نقلها ابن العم عن العم يقول قبل اكثر من خمسين عام مجموعة من اعيان كربلاء فكروا ان يشتروا البيوت المحيطة بالصحن لان الصحن كان صغيرا ففكروا في التوسع اجوا واشتروا البيت الاول البيت الثاني البيت الثالث واحد من الافراد بمجرد ما علم بذلك اخذ يجدد بيته يصبغ بيته هذا واضح واحد عندما يصبغ بيته يعني يريد ياخذ قيمة اعلى معلوم يقول هؤلاء الاعيان راحوا اشتروا البيوت الى ان وصلت النوبة الى بيت هذا حتى يدخلوا هذه البيوت في الصحن الشري قال انه اجوا هؤلاء الاعيان مع مقوم الى بيته قالوا احنا ريد نشتري منك هذا البيت حتى ندخله في الصح حاضر قال اي ترغب في بيعة قال اريد ابيعة فقالوا لهذا المقوم احنا جاي به ويانا يقوم البيت قوم البيت وحدد قيمة مناسبة كذا قالوا احنا نشتري منك البيت بهذه القيمة قال هذا قليل غلوا القيمة قال قليل كلما غلوا القيمة كان يقول قليل الى ان يأسوا من يتم و سكت قال ذلك الرجل اطرق برأسه قليلا ثم قال لهم بعت البيت قالوا بكام قال اني ما بعته لكم حتى تسألوني عن السماء قالوا فلمن بعت بيتك قال بعته لسيدي ومولايا سيد الشهداء الامام الحسين هذا يعطيني ثمن اغلى مما ذكرتم واغلى 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 الثمن اللي يعطيه سيد الشهداء لا يقارن بهذه القيام اخذوا هذا المفتاح وافعلوا بالبيت ما شئتم قالوا له اذا كنت تريد تبيع البيت او تعطيه مجانا فليش صبغت البيت قال انا فكرت ان لا اقدم لسيد الشهداء شيء معي اقدم له شيئا جميلا هذا المفتاح اخذوا وافعلوا به ما شئتم العام كان ينقل ان الجد رحمة الله عليه اوصى ان يدفن في هذه البقعة الان الجد مدفون في بيت ذلك التاجر عندما تدخلون من باب القبلة على يمينكم هذا بيت ذلك التاجر احنا ينبغي علينا سواء كنا مؤلفين او علماء او خطباء او تجار ان نفكر ماذا نقدر بعدين واحد يتند كان اكو هنالك مجموعة من الشباب كل الليلة كانوا يجتمعون في بيت واحد منهم واحد من هؤلاء الشباب ابوه كان جدا متدين كان حسينية بمعنى الكلام فقال فقال انا ما ارضى تجون في بيتي تقعدون الا ان يجيبون خطيب حتى يقرأ لكم وانا انا ما ارضى كل الليلة كانت نوبة هذا الشاب في بيته كان يجيبون خطيب وكان المجلس يتحول الى مجلس تعزية مات هذا الرجل الاب يعني واحد من هؤلاء رأاه في عالم الرؤية قال له حدثني من موتك الى الان شنو جرى قال ما اتمكن ان اشرح لك احنا اصلا معادلات العالم الاخر من افهم مثل الان انتو اذا كردون تشرحون لجنين هذه الدنيا ما يفته اشرحوا لأعمى الالوان اعمى ولد اعمى قلوا للون الابيض والاحمى ما يفته احنا العالم الاخر من افهم قال انا ما اتمكن اشرح لك ماذا جرى في هذا العالم من موتي الى قال الشاب لذلك الرجل قال فقل لي شيئا عن ذاك العالم قال قال انا اقول لك شيء واحد احنا في الدنيا ما كنا نعرف مقام سيد الشهداء وانتو الان لا تعرفون مقام سيد الشهداء الا اذا اذا اجيتو الى هذا العالم وشفتو مقام وعظم نحن ينبغي علينا ان نفكر ان نعمل كل في مجال بعيدا عن حسابات الربح والخسار والنفع الشخصي والضرر الشخصي ان نفكر ماذا نصنع لسيد الشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق نا لذلك لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا النيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي هدي ينير الدرب بالو مضات تنفقه 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 شكرا